انا حابب الحلقة دي ان انا بس افكر معاكم بصوت عالي هل الخطأ اللي انا وقعت فيه ان انا لما اقولك سن السكينة فين بقى الغلط لما انا اقول ان احنا كلنا اتباع سيدنا ابراهيم دي حقيقة يعني احنا كلنا اول ما نسمينا المسلمين مش سيدنا محمد سيدنا ابراهيم اول ما نسمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا شباب كنت سجلت من حوالي سنة حلقة عن ازاي نتبح الفراخ بطريقة صحيحة وتكون طريقة اسلامية وفي نفس الوقت انا بشكل علمي عندي معلومات عايز اقدمها لك فدخلت الحلقة بشكل اسلامي مع شكل علمي وللأسف في بعض التعليقات من المتابعين بتقولي امسح الحلقة ما هياش موفقة انت اللي دخل للدين الابراهيمي او اللي دخل الاسلام في الموضوع وبدأ بعض المتابعين يدوني طاقة سلبية جدا جدا وانا ما عنديش مانع ان انا امسح الحلقة يا شباب لكن هو انا اغلط في ايه يعني انا لما اقولك سن السكينة كويس قبل ما تتبح الفراخ دي فيها مشكلة لازم تسن اه علشان بقول لان هم امم امثالونة طب وده يزعلك في ايه يعني مهربنا اللي بيقول ان الكائنات الحية دي امم امثالونة فانت لا توقع العذاب على امه او على شخص او على كائن حي وانت مش اخد بالك انك تقدر تكون رحيم ولطيف بعباد ربنا يعني وبعدين الشرط التاني قلتلك لازم ان انت تقطع مجرى التنفس ومجرى الدم ومجرى الاكل وده شيء معروف في الدين هو ده الطريقة الصحيحة لزبح الاسلامي لكن انا بقول لك سيب راس الفرخة ملتصكة بجسمها علشان العصب الموصل ما بين المخ وما بين جسم او قلب الفراخ يفضل مدي رسالة عصبية للقلب علشان يطلع كل الدم من الفراخ او من الكائن الحال انت هتسبحه ففكرة ان انت تدي فرصة ان الدم يخرج ده شيء كويس لان الدم علميا مصدر للبكتيريا والاصابات والعدوى اي انفكشن او اي عدوى موجودة في الدم فلما تسيب راس الفرخة ملتصكة في جسمها ده علميا شيء كويس لكن دينيا مفيش مشكلة حلال عادي لو انت شلت الرأس في كلها على بعضها خالص وخلصت منها يسيدي حلال هتاكلها وكل حاجة لكن انا بحاول افيدك بقولك يا عم حاول تسيب جلد يعني حاول تسيب اتصال ما بين المخ وما بين الجسم علشان الدم يخرج بكمية كبيرة انت كل ما هتخرج الدم اكتر كل ما فترة صلاحية الفرخة جوه الفريزر تمتد اطول النقطة التالتة لما انا قلت ان الشخص اللي يطبح ده يكون مسيحي او يهودي علشان دول من اهل الكتاب ودول تبع الملة الابراهيمية زينا احنا التلاتة اخوات في ملة واحدة وابونا او اول من سمنا المسلمين هو سيدنا مين سيدنا ابراهيم فين بقى الغلط لما انا قول ان احنا كلنا اتبع سيدنا ابراهيم دي حقيقة يعني احنا كلنا اول من سمنا المسلمين مش سيدنا محمد سيدنا إبراهيم أول من سامنا المسلمين فإحنا التلاتة في ملة واحدة اللي بيوحد الله فينا بيكون من أتباع سيدنا إبراهيم فالرسول بيدعو أهل الكتاب إن هم يوحدوا الله مش شرط إن هم يخشوا الدين الإسلامي ويبقوا مسلمين لأ بيقول تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني حضراتكم كم مسيحيين لو وحدتوا الله تركتوا فكرة إن عيسى ابن الله خلص أنت كده أصبحت من أتباع سيدنا إبراهيم أسلمت واجهك لله مش شرط إن انت تدخل الدين الإسلامي وتؤمن بسيدنا محمد لأن أصلا ربنا في الكوران بيقول تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني ما هياش بالعافية إن انت تبقى مسلم يكفينا إن إحنا نكون على كلمة سواء ألا نعبد الله ولا نشرك به إيه ولا نشرك به شيئة فمفيش أي مشكلة لما أقول على أهل الكتاب إن هم أخوتنا وإحنا ناكل من أكلهم ويأكلوا من أكلنا فين بقى المشكلة لتخلي بعض المتابعين يستفزوني على الواطس وعلى الفيس ونخش فيه جدال مع إن الموضوع مش ميستاهل الجدال ده كله وبرضه أنا في نهاية الموضوع مش هكون عنيد وهعمل استفتاء لحضراتكم والله إذا كنا حابين إن إحنا نمسح الحلقة دي أنا مستعد نمسحها لكن خلينا نشوف الأول رأي حضراتكم وبعد كده اللي هتؤمروا بيه أنا هعملوا إن شاء الله طيب النقطة الرابعة والأخيرة بقى اللي فهم مشكلة اللي مزعلها البعض برضه إن أنا بقول لما تيجي تسمي اسم الله تسمي بقلبك ليه؟ علشان إحنا بنقع ظلم على الكائنات الحية لما تيجي تتبح الفرخة بالزكينة ده الظلم بيقع مننا كباني قدمين على الكائنات الحية دي فمن الصح إن إنت إيه؟ تطلع إذن النيابة يعني إيه؟ زي ما يضربت مثل ظابط دخل بعد الشر مثلا عليك في البيت وبعدين عايز ياخد ابن من أبنائك فإنت هتقفل الظابط وهتعترض إلا إذا طلع حاجة واحدة بس طلع إذن النيابة بيقول لك والله يا فندم أنا موظف زي زيك معي إذن من النيابة إن أنا أقبض على مثلا طفل من أطفالك نفس الفكرة إنت لما تروح تتبح دجاجة أو تتبح خروف أو ماذا ما كنتش هتطلع إذن النيابة وتسم اللي هو عبارة عن إيه تقريبا أنا بضرب مثلا اللي هو لما إنت تقول باسم الله الرحمن الرحيم باسم الخالق تذكر اسم الله أكنك بتطلع إذن النيابة فالكائن الحي ده ما يجيش يوم القيامة يقضيك يوم العدل فأنا كان غرضي أن أنا وصل لك رسالة تكون رحيم بالحيوانات وتكون فاهم أن أنت كبني آدم خليفة الله في الأرض بتوقع ظلم على الكائنات الحية ممكن يوم القيامة تتحسب عليه إلا إذا سميت بقلبك واستشعرت قد إيه فضل ربنا علينا كبني آدمين أنه إدانا الأوبشن ده أو أعطانا الصلاحية أن إحنا نتبح الحيوانات ونأكلها يعني الظلم كبير إلا إذا أنت بتطلع إذن إيه إذن النيابة فمعرفش يعني أنا بصراحة يعني أنا هعمل استفتاء زي ما قلت لحضراتكم على القناة ورأي حضراتكم على عيني وعلى رأسي عايزين نمسح الحلقة مفيش مشكلة وشكرا لحضراتكم وآسف على الإطالة وفي النهاية يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته